السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليبيا تساعد الجزائر لمعاقبة قسامة قبل ما نبدأ بهذا الفيديو أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة وهذا فضلا وليس بالأمر شرفوني على هذه القناة ليبيا تساعد الجزائر لمعاقبة قسامة عاجل الفيفا تفتح تحقيق جديد ضد قسامة وتتجه لمعاقبته بسبب ظلمه للجزائر وليبيا شوفوا هذه الصورة لا سلام طفل وديع وبريء بعدما طلبت الفاف ردا حاسما من الفيفا شوفوا جمال الصورة الله بعدما طلبت الفاف ردا حاسما من الفيفا بخصوص الشكوى ضد الحكم بكاري أكدت عدة تقارير إعلامية بين الاتحادية الليبية لكرة القدم هي الأخرى ستقوم بل وقامت برفع شكوى ضد الحكم بكاري لدى الفيفا والكاف بسبب تلعبه بنتيجة المباراة بين الأهل ليبيا وأورلاند جنوب إفريقيا وبالتالي سيكون الحكم جسامة في ورطة حقيقية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وحتى الكاف بسبب ازدياد الشكوى ضده وستكون الفيفا مرغمة على فتح تحقيق معقم ضد جسامة وربما تضطل معاقبته في حالة التأكد من تلعبه بنتائج المباراة خاصة في ظل ظهور أدلة جديدة في ملف الفاف وأنظام نام الاتحادية الليبية إلى الجزائر من أجل معاقبة جسامة الذي ملأ فسادا في أفريقيا هذه بعض الصورة شوفوا جمال الصورة يا سلام طفل وديع بريء هذه بعض الصورة الخاصة شوفوا الصورة هذه بريء بريء جدا يا سلام الله يا سلام صور جميلة الله طفل وديع وبريء وجميل حسب الله ونعمل وكيل فيك أتمنى من أخوان واخواتي وضعيك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته